جهود دقوبة تقوم بها الدولة لتوطين الصناعات الوطنية باعتبارها جزءاً كبيراً من رؤية مصر 2030 أنشأت دولة العديدة من المصانع لإنتاج قطع الغيار والألات مثل مركز التصنيع الرقمي لمعدات تنقية المياه بحلوان في سبيل النهوض بالصناعة الوطنية ضمن رؤية مصر 2030 تأتي استراتيجية مصنع المحركات التابع للهيئة العربية للتصنيع لتوطين وتطوير قطاع الصناعة الثقيلة والمتطورة مصنع المحركات تم إنشاءه عام 1960 بهدف تصنيع المحركات A200 وA300 للطيارة 200 فالمصنع عريق في صناعة المحركات عندنا أكثر من 16 خط معتمد من المنتج الأصلي من عمر معظم محركات الطيارات القوات الجوية وفي خطوة جديدة لتطوير الصناعة المحلية تم افتتاح مركز التصنيع الرقمي وما يتم إنتاجه في مجال تقنية المياه ومحطات المياه والعمل على توطين وتعمق التصنيع المحلي لمعدات طلمبات المياه لاستخدامها في المشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة عملية تصنيعية تم تسلسل تدريجي من بداية دخول المنتج المركز في كسم الكات كام بيخش الأول بيخش الرسمة ودزاين بينزل الرسمة والبربرنامج بينزل ديركت على المكان باستخدام IoT connection على طول بدولة دخل العنصر البشر المصنع يعمل على إنتاج الفرامل ومعدات للسكة الحديدة وقطع غيار المصانع والشركات القبرى للمساهمة في عمل المصانع ودعم الاقتصاد القومية احنا هنا الوحاديين تقريبا في الشرق الأوسط اللي بنصنع جميع ايتم أو طرازات الفرامل لسكة الحديدة سواء طرازات عربات ركاب احنا عندنا عربات في سكة الحديدة بتنقسم لكذا نوع منها عربيات الركاب وعربيات الركاب دي طبعا مجتملة بقى من مكيف وفي اي بي ونوم وفيه وخلافه المصنع يمتلك خطوط عمرة لمحركات مختلفة معتمدة من كبرى الشركات العالمية بتعمير محركات كل الطائرات من طرازات عاملة في العالم عندنا حتى الآن 16 خط من خطوط العمرة والإصلاح بنبدأ نعملهم ما بين جميع الطرازات مروحي، مجبسي، هيلوكيبتر، نفاس كل جميع الطرازات اللي احنا بنقوم بيها بنقوم بالعمرة بالكامل دون اللجوء للخارج تأطين محطات تحلية المياه والصرف باستخدام تكنولوجيا التحالب من المهام الرئيسية بالمصنع بالتعاون مع شركة أوروبية عاملة في صناعة طولمباط مع زيادة العمر الافتراضي لها عندنا نوايات كثيرة جدا من المحطات، نوايات كثيرة جدا من المعالجة عندنا نوايات شرب، عندنا صرف صحي، عندنا صرف صناعي، عندنا تحلية، عندنا مياه الأبار طبعا نوايات المجالات دي كلها بتحتاج ترمباط نحن بتنتجها، نحن نترمباط طبعا نستوردها من الخارج فالمركز هنا عندنا بيساعدنا أن نحن بدل ما نستورد من الخارج لا، نحن عندنا موجود صناعة محلية موجودة هنا في مصر يهدف المصنع من إصلاح المحركات ومرحقتها باستغلال طاقة الإنتاجية وقدرات التكنولوجية وفقا لمعايير الاعتماد والجودة الدولية لخدمة المشروعات القومية والتنموية حقيقة المصنع هنا كان من بكورة السبق يعني في الحصول على الشهادات الدولية في هذا المجال كان في حصول على شهاد إدارة الجودة الشاملة شهادت الآيزو 9000 وواحد وإدارة البيئة الخاصة بشهادت الآيزو 14000 وواحد شهادت الإمان والسلامة آيزو 45000 وواحد برضو هنا الكور بيزنس الرئيسي بتاع المصنع هو تقديم خدمة مركز صيانة معتمدة لتنفيذ عمارات وصيانة إصلاح لكافة أو أغلب محركات قوات الجوية مصنع المحركات بحلوان يشكل خطة مستمرة تنتهجها الهيئة العربية للتصنيع لتعمق التصنيع المحلي وتقليل الوردات واستغلال قدرات الهيئة بزيادة فرص الاستثمار بالشراكة مع كبرى الشركات والخبرات العالمية